السلام عليكم أهلا بكم في أول حلقة من برنامج جيمر بالعربي النهاردة هنتكلم عن لعبة مميزة جدا اللي أحب أبدأ بيها أول حلقة في البرنامج هي لعبة كاتس لعبة كاتس من أمتع الألعاب اللي أنت ممكن تلعبها ومن أروع الألعاب اللي موجودة على جوجل بلاي لعبة استراتيجية جميلة جدا دي طبعا من شركة زيبتولاب شركة زيبتولاب من الشركات الجميلة جدا اللي أنت تقدر تدخل على الصفحة بتاعتهم على جوجل بلاي هتلاقي مجموعة ألعاب من شركة زيبتولاب من أروع الألعاب بصراحة زي لعبة كينجوف سيف وكاتزاروب ولعبة كاتس اللعبة كاتس بصراحة من الألعاب الاستراتيجية الممتعة جدا يعني زي ما احنا نشوف مع بعض دلوقتي طبعا هي اللعبة مبدئيا لازم تكون انت متصل بالإنترنت يعني متقدرش ان انت تلعب لعبة أوفلاين لازم تكون متصل بالإنترنت عشان تمقدر تلعب لعبة كاتس لأن كلها تحديات مع تحديات وبطلات يحتوى انت متصل للإنترنت حتى تلعب اللعبة دي أوفلاين تاني حاجة تصميم اللعبة ممتاز جدا يعني لو انتم خدتوا بالكو تصميم اللعبة تصميم الـ graphics العربيات اللي عملينها والاسلحة اللي عملينها والماتيريال اللي عملينها حاجات ما شاء الله يعني حاجات جميلة جدا شغلة عالية يعني حتى المزيجة بتاعيتها حلوة جدا طبعا بالنسبة للاعدادات بتاعت اللعبة تقدر هنا تتحكم في اللغة يعني من مميزات اللعبة زيبتولاب وشركة زيبتولاب ان تقدر تخلي اللغة عربية تقدر تحولها عربية تقدر تعمل كوننكت بالفيسبوك وتشوف صحابك اللي بيلعبوا اللعبة وتقدر تدخل معهم في نزالات تقدر تحاربهم دي برضو حاجة جميلة جدا بصراحة في اللعبة من ضمن الإيجابيات يعني محبش افضل لعب كده الواحدة على الفاضي يعني احب دايما يكون في منافسة في اللعبة لكل مكون في منافسة مع ناس عرفها دا بيدي إيجابية حلوة قوي للعبة في طبعا بقى بالنسبة ليه فكرة اللعبة فكرة اللعبة قايمة على ان انت تجمع مجموعة أجزاء ببعضها فتكون عربية عربية مدرعة مصفحة تقدر تدخل بيها معركة وتحاول ان انت تكسب في المعركة دي طبعا على سبيل المثال هنا عندنا مثلا عربية ازاي نقدر ان احنا نكون عربية عندنا مثلا بنختار بنختار اللي هو النموذج اللي انتم شايفينه دا كده قدامه وبعدين بنبدأ دا بالنسبة دا طبعا من هنا بنضغط على العربية بنختار جسم العربية وبعدين بنختار فيه اشكال كتير فيه املاق فيه متزلج فيه مخادع طبعا انت بقى بتحاول توفق اللي انت عايزه زي ما انتم شايفين كده بنختار مثلا كده وبعدين بندخل على الاختيار التاني الاسلحة بنبدأ نخرج فيه هنا عندي ما شاء الله اسلحة طبعا كل سلاح بيختلف قليل يتعاملوا عن السلاح التاني يعني فيه عندي رشاش عندي ارور تفتح تاني دلوقتي طبعا اللعبة استراتيجية ايمة على ان انت بتجمع الاجزاء في بعضها وفي نفس الوقت لازم تدخل بطولة كل تمانية واربعين ساعة بحيث ان انت تقدر تحقق فوز في البطولة دي وتكون من افضل ست منافسين لو انت دخلت من ضمن ست منافسين دول وكسيت بتتأهل البطولة اللي بعد كده طبعا هندخل تاني على نختار مثلا زي ده مثلا لازم بلي المسال بعد ما يدخل على الاسلحة في عندي هنا بندقية في عندي مسقب في عندي منشار منشار حاجات دي كلها باسلحة انا بحب الرشاش الرشاش ده ممتاز انا دخل الرشاش هنا دي قوة الاتاك قوة الهجوم بتاعت الرشاش ممكن نخط الرشاش كمان طبعا القوة لا تكفي لان كل عربية لها قدرة هنا تلتاشر دي قدرتها تلتاشر طبعا الرشاش ده كان بسبعة انا مش هينفع حط الرشاش تاني غير بستة او خمسة يعني ممكن نخط الرشاش ده كبه بالزبط كده انا قدرة القدرة الهجومية بتاعت العربية بتاعتي سبعتاشر الف وخمسمية طبعا نخش بها العجلات نحط عجلات للعربية نحط العجلة دي مثلا كده انا بقت قدرة دفاعية للعربية بتاعت تمنتاشر الف والهجومية سبعتاشر الف كده بقت ما شاء الله يعني كده علي قوي اقدر ان انا ادخل طبعا هنا في ملحقات تانية زي مثلا تقدر هنا تعمل رمح تقدر تحط مصد تقدر تحط حاجات دي بس طبعا لازم تكون العربية لها مكان طبعا العربية عندي ما فيش فيها مكان غير لسلاحين بس طبعا دي زي بقى ايه زي دعم تقدر تزود نقط الصحة دي للعربية بتاعتك بحيث النقط الليف بتاعتها تكون اعلى او تقدر تزود تزود قدرة الهيكل تخليه بدل ما هو مثلا 13 تخليه 14 يحيث يستوعب اكتر يستوعب اسلحة اكتر ويستوعب دعم اكتر طبعا بندخل معركة مثلا بنجرب ولكن دي مثلا طبعا انا بضرب 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 وكسبت كده انا كسبت كده انا كسبت طيب دلوقتي هل انا هفضل ادخل كل نزال بالطريقة دي وهكسب اكتر لا طبعا فيه عربيات تبقى اقوى منك فيه عربية هي مثلا قدامي طبعا بيبان قدرتها تلاتين الف صحة واحداشر الف هجوم وانا اقوى منها في الهجوم انا سبعتاشر الف اقوى منها لكن هي صحتها اعلى مني فلو دخلت نجرب مجرد ما دخلت على المصد راح ما طيرني خالص كسب هو فبالتالي كده مش بالضرورة انك تكون اقوى من الخاصة ده مش بالضرورة خالص اهم حاجة الاستراتيجية يعني زي عربية زي دي مثلا تبان الهجوم بتاعها اربع تلاف تباني ان هي ضعيفة لكن كاستراتيجية ممكن تكسب زي دي مثلا بندخل هنا اسقل بتاع ربية فاللعب دي مش بالضرورة انك تكون معامل اكبر قدر من الاتاك واكتر اكبر قدر من الديفنس لكن اهم حاجة ان انت تكون عامل استراتيجية كويسة العربية ببعتك حتى لو كانت ضعيفة هي ممكن تكسب ده بالنسبة لفكرة اللقبة ذات نفسها انك بيتركبك ثمان تقدر تحط هنا لوجو ستيكر زي ما انت عايزي ستيكر ده مثلا ده شكله حل هنا احنا عندنا عربية زي دي مثلا زي ما احنا قلنا بنحط الاسلحة بتاعتنا بنحط العجلات طبعا القطع دي هتسألني طب احنا بنجيب القطع دي منين اللي هو السواريخ والعجل والحاجات دي بنجيبها منين دي بنجيبها من السنديق مجرد ما بنفتح السنديق دي بيطلع القطع فيها طيب هل انا دلوقتي ايه فكرة ايه ايه الحاجات ايه الاختيارات ايه الحاجات اللي اقدر اعملها في اللعبة غير ان انا ادخل معارك سريعة تقدر تدخل البطولة البطولة هنا طبعا في اربعتاشر او خمستاشر مناحس بتدخل البطولة انا طبعا هنا مركز الرابع بتدخل البطولة وبتحاول تكسب اقدر قدر منه مناحس طبعا واتخزينه طبعا بيجي وراء بعض الاربعتاشر منافسة بيجيك الليوم وراء بعض لو انت كسبت الاربعتاشر منافسة وراء بعض فتتعهل للبطولة اللي بعد كده اللي هي بتكون بطولة كل كمية رائعة ساعة ولما لو انت مقدرتش ان انت تهزم الاربعتاشر منافس وراء بعض هتضطر ان انت تحاول انك تبقى الموجود في افضل ستة يعني اول ست متسابقين وقدرت انك تبضى الموجود في مركزك هتتقاهل بعد اربعة عشرين ساعة للبطولة اللي بعد كده طبعا زي ما انتوا شايفين انا الوقت في المركز الرابع معي تسع مداليات لو قدرت ان انا افضل في المستوى ده لحد بكرة بعد عشرين ساعة هبدأ اتقاهل البطولة اللي بعد كده طبعا دي البطولات طبعا دي بطولة رقم واحد اتنين تلاتة البطولة الخشبية بعدين المعدني وبعدين العسكري انا دلوقتي في الزهبي في البطولة رقم تمنتاشر نتقاهل البطولة التسعتاشر بعد كده هندخل على اخر خمس بطولات اللي هي البطولة الكربونية هندخل لحد ما نخلص اخر حاجة طب حد يقولي طب احنا بعد ما تخلص البطولة هيحصل ايه احب اقولك انك بعد ما تخلص البطولة الاخيرة هترجع من الاول خالص نعم هترجع من الاول خالص ترجع تاني البطولة الخشبية وده اسوأ شيء في اللعبة ان انا بفضل الف في دايرة مفرغة اكسب وارجع عيد من الاول اكسب وارجع عيد من الاول ميزة اللعبة دي برضو يعني عشان برضو يكسر حاجز الملل اللي عندك ده نخليك تقدر تتنافس مع اصدقائك يعني انا بعمل كونكت بالفيسبوك هنا بقدوس اتصال بعمل كونكت بالفيسبوك بتاعي بيبدأ يحمل لي الاصدقاء اللي عندي يعني دول صحابي اللي على الفيسبوك بقدر ان انا اعمل معينة لصحابي والعربيات بتاعتهم اللي هم مجهزينها واقدر ابارز اي حد انا عايزه زي مثلا ده خش كده عليه مثلا بيبين دي عربيته اقدر ان انا العب اشوف عربيت مين اللي هتكسر مثلا اه هو اللي كدنا طبعا حاجة تغيز يعني تخليك تدخل تاني تعمل العربية تاني وتحط فيها قطعة تانية وتدعمها كويس عشان تدخل تخط عليه يعني وتعرفه ان انت حطت عليها فطبعا دي برضو حاجة كويسة يعني دي من الايجابيات اللي في اللعب انت تقدر تبارس اي حد من صحابك وكمان تقدر تدخل جروب تدخل جروب عشان تعمل حاجة اسمها معارك العصابات معارك العصابات دي برضو جميلة جدا ننشوف كده مثلا بيخليك تلعب بالثلاث عربيات بتوعك قصات ثلاث عربيات خاص ما انت متعرفوش وطبعا بتحاول ان انت تكسب ندخل كده انا اكسبت خش برضو ممكن اختار عربية تانية زي دي مثلا تحاول انا خسرت فاضل معايا عربيتين تمام فاضل اخر عربية حاول اكسبها اخر حاجة من دي برضو كده انا هزمت الثلاث عربيات بطول المنافس طبعا اللعبة كلها ايمة على السنديق دي بنكسب قطع اللي احنا كنا نقول عليها ان السنديق هي اللعبة ايمة على اساس السنديق دي كلما تفتح سنديق اكتر كلما تكسب قطع اكتر تقدر تشتغل عليها طبعا فيه كمان حاجة ممتازة جدا برضو اللي هي العربيات دي طبعا العربيات دي برضو حاجة اقوى بكتير يعني تقدر برضو يدخل بيها مبارزات حلو جدا زي ما انت شايفين اللعبة هتستمتع بها جدا اه هتفضل تحاول ان انت تركب اجزاء وتركب قطع وتحاول ان انت تدخل منافسات وتكسب فيها اللعبة استراتيجية جدا وهتخليك تشغل مخك قوي وهتخليك تحاول ان انت تفوز وتكسب وتخش تشوف ايه الاجزاء الاقوى كل مرة يفاجأك بمسلا انت كان معاك صاروخ قويته 2000 فجأة بتلاقي انت بقى معاك كسبت صاروخ قويته 4000 تبقى اه انت عايز تركب الصاروخ ده على القطع اللي معاك تجي البصة تلاقي ان الجسم اللي انت باكتله مستحملش الصاروخ ده تخط عليه الصاروخ ده وهكذا اللعبة ممتعة جدا جدا بصراحة لكن احتمال مع الوقت كتر ما انت بتعيد انه تكسب البطولة وتوصل للبطولة الاخيرة في الاخر تعيد من الاول احتمال ده يسبب لك شوية احباط فدي بعض المزايا والعيوب اللي موجودة في لعبة كاتس بصراحة من الاعاب المفضلة بالنسبال وبعدين لما لقيت نفسي بعيد يعني اربع مرات بعيد من الاول اربع مرات يعني اكسب وارجع من الاول اكسب وارجع من الاول حسيت شوية احباط فحزبتها وبعد فترة طويلة وارجع تنزلتها تاني وحشيتني فرجعت العابها تاني طبعا فكرة صعبة اول انك تنزل لعبة وتبقى حبيبها وفي الاخر بترجع تمسحها انك تزها انها يعني امتى الواحد هناء اللعبة اللي يفضل ما نسيبها على تلفونه ما نمسحاش خالص يا ترى في لعبة كده تقدر تنزلها على تلفونك وتقدر تلعب ما تمسحاش خالص تالي صعب يعني كل العب كل العب تعتبر فيها مميزات وفيها عيوب المميزات هي اللي بتشدنا فاول ما بننزلها وبننبهر بها وبتشدنا وبعد فترة بنزهق فبنمسحها بس طبعا طبعا دي حاجة يعني كويسة هوا تخلينا نجرب حاجات تانية ونشوف اختيارات تانية طبعا ده يعني رأيي في لعبة كاتس طبعا هنا برضو فيه اللي هو الترتيبات اللي هو انت بتفضل تعمل مبارزات كتير مبارزة كتير تشوف لوحة الصدارة العالمية تحاول انت تتصدر وتبقى أعلى حد فيه عملت حققته أكبر أكتر كمية فوز يعني وده ريفيو طبعا تقدر تغير برضو في شخصية بتاعتك حاجات برضو يعني كيوت تقدر تغير حاجات لطيفة تغير لبس تغير شكل حاجات دي برضو كلها جميلة جدا اللعبة سهلة الاستخدام الصوب بتاع حلو جدا أكينك كده بتلعب في اللي هي المعارك الغير قانونية اللي بتبقى في المعارك الغير القانونية زال في الأفلام كده المزيكة بتاعتها حلوة جدا والجرف بتاعها حلو والميزة برضو الكويسة اللي فيها البطولة كل تمانية واربعين ساعة مثل البطولة تبقى كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر لا ده بطولة كل يومين كل يومين بطولة فتحس ان انت بتتقدم في اللعبة بسرعة 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 فما بتزهقش يعني ما تنسوش بقى تعملوا لايك على الفيديو وعايزكم برضو تنزلوا اللعبة من جوجل بلاي ونزلوها ولعبوها وقللوا رأيوكم عجبتكم ولا ما عجبتكوش واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وانتظرين ان شاء الله في حلقة جديدة وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للقناة تتركوا على القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان نجيلكم فيديوهات جديدة ونشوفكم على خير